دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء لمدها بالمساعدات العسكرية لمواجهات القوات الروسية هذا وقد أصابت خمسة صواريخ روسية على الأقل مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا والمناطق المحيطة بها ما ألحق بعض الأضرار في مباني المدنية جددت أوكرانيا مطالبها بالمزيد من المساعدات العسكرية من الدول الأوروبية لإنهاء الحرب الروسية وقدم داعم أوكرانيا أسلحة وعيتاد بما مجموعه نحو 55 مليار دولار في صورة مساعدات حتى الآن كان آخرها وصول ستة دبابات ليوبارد من إسبانيا ميدانيا أصابت خمسة صواريخ روسية مدينة خاركيف والمناطق المحيطة بها مما ألحق بعض الأضرار المادية من جهتها قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدت أكثر من خمسين هجوم روسيا باتجاه أبديفكا ومارينكا وباخمود التي وصفتها بأنها لا تزال بؤرة القتال الأشرس وملحقة خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية في منطقة لوغانسك أما في خيرسون وزبروجيا نفذت القوات الأوكرانية سلسلة ضربات جوية على مواقع للقوات الروسية وفي وقت سابق أعلنت القوات الروسية أنها استولت على ثلاثة مناطق في الجزء الغربي من مدينة بخمة الأوكرانية وأشارت موسكو إلى أن القوات المحمولة جوان قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدن وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي عمى الخراب والدمار معظم مناطقها